كشف مجمع أسمدال الجزائري في بيان له رفض محكمة التحكيم الدولي لعدد من الطلبات المقدمة من قبل مجمع فيلارمير الإسباني ضده في نهاية إجراءة التحكيم معربا عن أسفه لكون الرفض جزئي بخصوص شركة مخصبات الجزائر فيطال والذي تعود حيثيته إلى سنوات 2018 و2019 حيث أطلقت إجراءة التحكيم الدولي ضد مجمع أسمدال وجاء في بيان المجمع أنه يعكف حاليا على دراسة وتحليل عناصر وأساسيات هذا الحكم كما يحتفظ بإمكانية اللجوء إلى إجراءات النقض لحماية حقوقه في إطار التحكيم الدولي